مرحبا معاكم مسلاني عنا بتاوي من منصة منهج الأردن صوت صورة طلابي اليوم رح نحل الأسئلة فإذا نحن نحل أسئلة الدرس الأول هي عبارة عن مراجعة الدرس صفحة 52 فافتح في كتابك صفحة 52 مشان نحل أسئلة الدرس للخصائص الفيزيائية للمواد تمام نبلش بالسؤال الأول عندي الفكرة الرئيسية ما الخصائص التي أصف بها أي مادة أستعملها يوميا وما أهمية هذا الوصف أول إشي شو رح يكون الجواب بوصف المادة بخصائصها الفيزيائية لون وزن كتلة حجم وكثافة ورائحة وبتكون أهميتها في كونها تتميز المواد عن بعضها بعضا فإذا أكتب معي عندي أصف المادة بخصائصها الفيزيائية كاللون والوزن والكتلة والحجم والكثافة والرائحة وبتكون أهميتها في كونها تميز المواد عن بعضها بعضا نبلش بالسؤال الثاني المفاهيم والمصطلحات أكتب المفهوم المناسب في الفراغ كمية المادة الموجودة في الجسم تعريف شو تعريف الكتلة نشوف التعريف الثاني مقدار قوة جذب الأرض لأي جسم شو هي يمس الوزن فإذا السؤال الثاني بتكون عندي من فرعين الفرع الأول جوابه الكتلة الفرع الثاني جوابه الوزن نبلش بالسؤال الثالث السؤال الثالث أش بيحكي لي لماذا يستعمل الشخص الذي لا يجي دي السباحة إطارا من الهواء ليطفو على سطح الماء اللي هي حبارة عن الطواشية مثلا بنستخدمها لما نيجي نروح نسبح فإذا أش هي بيحكي لأن كثافة الإطار المملوء بالهواء أقل من كثافة الماء وقوة الدفع للماء لهو نحو الأعلى أكبر من قوة وزنه نحو الأسفل إذا شو الجواب لأن كثافة الإطار المملوء بالهواء أقل من كثافة الماء وقوة الدفع للماء بتكون للأعلى أكبر من قوة وزنه لبتكون باتجاه الأسفل نبلش بالسؤال الرابع السؤال الرابع لماذا تختلف قيمة الكثافة باختلاف المادة؟ لأن لكل مادة كتلة وحجم مختلفين ومكوناتها تختلف في طراص المواد عن بعضها بعضا فإذن الجواب لأن لكل مادة كتلة وحجم مختلفين ومكوناتها تختلف في طراصها معا طيب هلا السؤال الخامس لماذا لا توجد مظاهر للحياة على سطح القمر مثل تلك التي على سطح الأرض؟ هلا إيمس إحنا بنعرف أن قوت الجاذبية الأرضية على سطح الأرض رح تكون أكبر من الموجودة على القمر وشرحنا هذا الموضوع بدرسنا فإذن الجواب رح يكون لأن الجاذبية على سطح القمر رح تساوي سدس جاذبية الأرض لذات تطاير المواد المختلفة عليه أيضا عدم وجود الماء والنباتات وأي من المقومات التي تمكن الأحياء من العيش عليها طيب نبلش بالسؤال السادس السؤال السادس خلينا نشوف الصور اللي عندي بيحكي لي الصورة التي تمثل أكثر المواد كثافة لا لأن موادها أصلا مش مترصة مع بعضها بعضا فرح تكون كثافتها يمسمى لها قليلة فإذن الجليد كمان لا عندي الخشب ولا الفلاذ إذن أكبر كثافة للمواد رح تكون بالفلاذ وهيكا بكون حلت أسئلة الدرس الأول من الوحدة اللي هي عبارة عن الخصائص الفيزيائية للمواد وهلا بدنا نبلش بحل أسئلة الدرس الثاني لتحولات المادة صفحة 61 فمنبلش بالسؤال الأول ماذا يحدث للماء عند وضعه في كأس بالمجمدة يعني هي الفريزر إيش رح يصل للماء رح تتغير حالة الفيزيائية من سائلة إلى صلب يعني رح يتحول إلى جليد منبلش بالسؤال الثاني أكتب المفهوم المناسب في الفراغ أولا عندي تغيير يؤدي إلى تغيير شكل الجسم من دون تغيير نوع المادة ومكوناتها إيش هي ماذا تغير فيزيائي طيب تحول المادة الصلبة إلى حالة غازية مباشرة من دون مرورها بالحالة السائلة هاي حكيناها بالدرسه شو هو التسامي فالسؤال الثاني بدكوّن من فرعين الفرع الأول جوابه التغيير الفيزيائي الفرع الثاني جوابه التسامي منبلش بالسؤال الثالث ووضح كيف يؤثر التسخين في حجم المادة سريح في حجم المادة ووضح كيف يؤثر التسخين في حجم المادة يؤدي التسخين إلى ازدياد حجم المادة بسبب تباعد جزيئاتها عن بعضها بعضا منبلش بالسؤال الرابع ماذا يحدث لجسيمات المادة السائلة عند تبريدها تتقارب جسيمات المادة السائلة بعضها عن بعض ويؤدي إلى طراصها وتحولها إلى حالة الصلبة نعيد حل السؤال الرابع ماذا يحدث لجسيمات المادة السائلة عند تبريدها تتقارب جسيمات المادة الصحية ماذا لما تكون مادة سائلة وبدها تتحول إلى مادة صلبة فإذا شو رح يعمل أول إشي رح تتقارب جسيمات المادة السائلة بعضها عن بعض رح يؤدي إلى طرازها وتحولها إلى الحالة الصلبة شرحناها بالدرس هلا بدنا نحل طلابي سؤال خمسة فإذا منبلش لماذا تمدد أسلاك الكهرباء بين الأعمدة بحيث لا تكون مجدودة لأن الأسلاك المصنوعة من مواد تتمدد بالتسخين طيب ما إنها تتمدد بالتسخين فإذا نمس إش رح تتقلص بانخفاض درجة الحرارة فعند انخفاض درجة الحرارة في الشتاء رح تتقلص هاي الأسلاك فإذا نمس شو رح تتشدد فإذا أصلا كانت مجدودة رح تنقطع هاي الأسلاك فرح يؤدي إلى فصل التيار فإذا الجواب بحكي لي أن الأسلاك مصنوعة من مواد تتمدد بالتسخين وتتقلص بالتبريد فعند انخفاض درجة الحرارة شتاء تتقلص هذه الأسلاك وتنقطع إذا كانت مجدودة ومما يؤدي إلى فصل التيار من حل سؤال 6 ومنستعرض الصور بحكي لي الصورة التي يتمثل الإنكماش الحراري للمادة أي صورة فيهم رح تكون الصورة الأولى تمثل تقلص السائل داخل الميزان الحرارة عند تبريده وهلأ بيضل علينا حل أسئلة الوحدة وهيكي بنكون هنا أسئلة الوحدة كاملة من أسئلة الدرس أول وتاني ومراجعة هلأ بدنا نكمل مراجعة الوحدة صفحة 63 منبلش بالسؤال الأول هو عبارة عن مفاهيم ومصطلحات اكتب المفهوم المناسب في الفراغ بحكي لي مقدار الكتلة الموجودة في حجم محدد من المادة تعريف شوها تعريف الكثافة نشوف التعريف الثاني قوة تؤثر في الجسم تدفعه إلى الأعلى عند وضعه في سائل أو غاز شو هي مص قوة الطفو طيب هلأ السؤال الثالث النقصان في حجم المادة الناتجة من تغير درجة حرارتها عرفنا بشو بالانكماش الحراري نشوف الفرع الرابع تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة شو هو التكاثف إذن عندي السؤال الأول بتكون من أربع أفرع عندي أول فرع جوابه الكثافة ثاني فرع الطفو ثالث فرع الانكماش الحراري رابع فرع التكاثف نشوف السؤال الثاني أحدد العمليات التي تحدث للمواد في المخطط الآتي وذلك بكتابة اسم العملية المناسبة بدلا من الرقم إذن نشوف الشكل موجودة عندنا بالكتاب صفحة 63 أول عملية تحولت من مادة صلبة إلى مادة غازية شو هي التسامي إذن أول عملية عملية التسامي نشوف العملية الثانية حكالي حول مادة صلبة إلى مادة سائلة شو هي الانصهار طيب بعدين كان عندي مادة سائلة المادة السائلة تحولت إلى مادة غازية عن طريق العملية الثالثة شو هي لما تتحول المادة السائلة للمادة الغازية التبخر تمام بعدين يجي حكالي من العملية الرابعة تحولت كان عندي مادة غازية تحولت إلى مادة سائلة شو كانت العملية التكاثف طيب من مادة سائلة إلى مادة صلبة شو يمس التجمد إذن عندي خمس عمليات بهذا السؤال أول عملية كانت التسامي ثاني عملية الإنصهار ثالث عملية التبخر رابع عملية التكاثف خامس عملية التجمد نشوف السؤال الثالث أول إشي خلينا نستعرض الجدول بحكي للسؤال أي المادتين في جدول البيانات الآتي تطفو على الماء؟ الشمع أم الفضة؟ وأيهما تغرق؟ أوضح إجابتي ميس من خلال الجدول اللي أنا عندي إياه بعرف أن الشمع هو عبارة عن أقل كثافة والماء كثافة واحد والفضة عشرة فاصلة خمسة إذن أعلى كثافة أنا اللي بعرفه أنه لما تكون كثافتها أقل من كثافة الماء إيش يمس رح تعمل؟ رح تطفو ولكن إذا كانت كثافتها أعلى من كثافة الماء شو رح تعمل؟ رح تغرق فإذن الجواب عندي إياه يطفو الشمع على سطح الماء لأن كثافة الشمع أقل من كثافة الماء وتغرق الفضة لأن كثافتها أكبر من كثافة الماء نشوف السؤال الرابع السؤال الرابع بيحكي لي ما العلاقة بين حجم المادة ودرجة حرارتها؟ حكينا بالدرس أن حجم المادة ودرجة حرارتها علاقة طردية فإذن الجواب أن العلاقة طردية كلما ارتفعت درجة حرارة المادة زاد حجمها والعكس صحيح أي أن كلما انخفضت درجة الحرارة رح تقل حجمها وأعطينا مثال على الكرة الحديدية صح؟ تمام هلأ هنبلش بحل السؤال الخامس بيحكي لي لماذا يطفو قارب صيد كبير الحجم على سطح الماء وتغرق صناره حديدية صغيرة الحجم لأن القارب الجسم مجوف بيكون مملوء بالهواء فبتكون كثافته أقل من كثافة الماء فيطفو على سطح الماء أما الصنار الحديدية فهي جسم غير مجوف بما أنه عبارة عن جسم غير مجوف بيتكون من الحديد إذن رح تكون كثافته أكبر من كثافة الماء فينغمر في الماء نبلش بالسؤال السادس بيحكي لي أعدد بعض التطبيقات العملية لكل من التمدد الحراري والإنكماش الحراري أخذنا مثالين بالحصة وهلأ بنا نريدهم عندي أول شيء مقياس درجة الحرارة عندي الثاني أسلاك الكهرباء بين الأعمدة طيب نشوف السؤال السابع بيحكي لي اطرح سؤالا على زملائي في الصف تكون إجابته التسامي بحكي ما اسم العملية التي عندها تحول المادة الصلبة إلى حالة غازية مباشرة إيش هتكون العملية يمس؟ عملية التسامي وهيك تلابي حبايبي بكون هذه أسئلة الوحدة كاملة درس أول درس ثاني ومراجعة الوحدة كنت معكم لاري عنبتاوي من منصة منهج الأردن منصة صورة ترجمة نانسي قنقر